كلما قرأت القرآن أكثر كانت البركة في حياتك أكثر كلما قرأت القرآن أكثر كانت البركة في حياتك أكثر لأن الله يقول كتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب مبارك كلما ارتبطت فيه أكثر تحصل بركة أكثر شيخنا ابراهيم الأخضر شيخنا محمد بن الزعبي شيخنا سعد سنبل شيخنا بكر الطربيش ما يكهر كلهم الذين لا يعيشت قابلتهم وتشرفت بالقراءة عليهم والله يقولون دائما ويكررونها دائما يقولون والله والله لا نستطيع أن نحصي أوجه الانتفاع والبركة التي رأيناها في حياتنا من اتباطنا بالقرآن رأينا البركة في كل شيء في أولادنا في تربيتنا في أرزاقنا في صحتنا في وظائفنا في علمنا في كل شيء رأينا البركة في كل شيء بركة لا قولها مبارك الله سبحانه وتعالى يطرح فيه بركة حتى الشيخ محمد تميم قلت له يا شيخ شيخ محمد طبعا من أعلى الأهل الأرض في هذا الزمن في جانب الدراية وعالم كبير فقلت له يا شيخ محمد يعني كيف تصبر على تدريس القرآن بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء من أكثر من أربعين سنة وهدلس في الحرم بهذه الصورة أربعين سنة أكثر من أربعين سنة كيف تصبر يا شيخ فقال يا ياسر لو ذقت ما أذوقه لما قلت هذا الكلام ولما سألت هذا السؤال والله إن الله قد أكسبنا وقد رزقنا يقول لذة في نفوسنا ونحن يدرس القرآن يقول والله أغنتنا عن كل شيء والله يقول نشعر بمتعة لا تتصورها ولا يتصورها إلا من ذاقه ولو أنك ذقت هذه المتعة وهذه اللذة لما سألت هذا السؤال بركة بركة القرآن التي يعيشون في هذه الحياة يومك أنت يومك الذي تستفتحه بتلاوة القرآن اقرأ في صباحك وجهين من القرآن انظر إلى البركة في ذلك اليوم اليوم اللي بعده زد اقرأ أربعة أوجه انظر إلى البركة في ذلك اليوم اليوم اللي بعده اقرأ نصف جزء انظر إلى البركة في ذلك اليوم كلما قرأت أكثر تأتيك البركة أكثر مش معنى بركة بركة تيسر أمرك يتيسر أمرك ويطرح الله سبحانه وتعالى عليك يعني تفتح لك أبواب وما يفعله غيرك في أسبوع